وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بوسطة النصوص القانونية المرينة مما يؤدي إلى الحد من التهرق الضريبي وتقليل المنازعات الضريبية وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين ويحقق ذلك الفائدة للطرفين نحن كان لنا في هيئة برلمانية الحزب الوافط توصيتين مهمتين عشان تحسين الضريبة قلنا أول توصية لابد من تحسين الضريبة من المنبع لأن تحسين الضريبة من المنبع ده أفضل شيء للدولة تحصل ضريبية بدون تهرب ضريبي وبدون ملف ضريبي وبدون تأدير جزافي النقطة الثانية المرونة في التحسين لأن لكل ده كترة مش زي بعض ده كترة خمس ست فائد في التحسين فيه اللي تحصل منه ممكن مئة ألف وفيه ممكن اللي تحصل منه ألف جنيه كذلك المحامين برضو مش كلهم في فئة واحدة وبالتالي المرونة في تحسين الضريبة ده هدف وتوصية هامة من أجل إعمال القانون وزيادة أسر التشريعي بالنسبة للأسر التشريعي النهاردة طالبنا أن يكون هناك مزايا للممول الملتزم ويكون هناك منظومة ضريبية واضحة يعتمد عليها المواطن المصري أو الممول مش معقولة أن احنا من سنة 54 كل سنة بنعمل قانون لحل المنازعات أكيد الدولة المصرية قادرة على إنشاء منظومة ضريبية تستطيع القضاء على هذه المنازعات المجلس بيناقشه نهاردة أهم قوانين بتمثل الاقتصاد المصري ودي الرؤية الحقيقية اللي دايما المستثمر بيشوفنا فيه الدرائب النهاردة حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم تخلص أي منازعات النهاردة ولازم الممول سواء ممول مصري سواء ممول أجنبي يحس أن فيه اطمئنان ويحس أن النهاردة فعلا الدولة في الدعم دايما للاقتصاد ودعم دايما للعمل بتوحها ودايما الممولين اشتركوا في القناة